أختنا الكريمة مونة من مصد يقول ما حكم الشرع في الحقن المجهري الشرع الحمد لله الفتاوى المجمعية التي أقرت بها المجامع الفقهية بعد استشارة الأطباء والحديث معهم تقول نعم لا بأس بها لكن بشرطين الشرط الأول لا بد أن يكون من يقوم بهذا الحقن صاحبة خبرة من النساء إذا عجزت فالرجل لكن أنا أنصح ألا يجري الحقن إلا امرأة إلا امرأة إلا امرأة والأطباء يعرفون ماذا أقول الأطباء الذين يمارسون قضية حقن المجهري يعلمون ما أقول وما تتعرض به المرأة عند الحقن المجهري من حركات معينة وإلى آخره فأنا أنصح أن أنصح هل معنات أحرم عند الضرورة أن المرأة لا تعمل الحقن المجهري عند طبيب إذا كان هناك ضرورة وليس هناك طبيبة لا لا أقول ذلك لكن أنصح وأؤكد على مصحي وأؤكد على أخت الكريمة أن لا يقوم لها بالحقن المجهري إلا طبيبة متخصصة والأمر الثاني أن نتأكد أن البويضة من المرأة وأن الحوين المنوي من الرجل والناس يلجأون إلى هذا الحقن المجهري لعدة أسباب من أهمها أن قناة فالوب التي يلتقي عندها الحوين المنوي مع البويضة سبحان الله المرأة تطلق في كل شهر بويضة تنطلق من المبيض إلى قناة فالوب تنطلق هكذا وتستقر في الثلث الأول من قناة فالوب هذه القناة ربما كانت ملتهبة أو مسدودة ملتهبة بأسباب معينة يعني بعض المضادات لآخره إنعم أو بأي نوع من أنواع الالتهابات لإنسانة مجال الحديث عنها فتقتلها أو أنها قد تكون فيها مسدودة لا يعني يتواصل فيها الحوين المنوي بالبويضة فتنقل البويضة والحوين المنوي إلى مكان ملائم من أجل أن يتم تقريب هذا الحوين المنوي من البويضة فيندمج في داخلها تدخل في داخلها وإذا دخلت في داخلها حصل بعد ذلك بأمر الله يعني التزاوج والتلاقي بين 23 كوروزموم من المرأة و23 كوروزموم من المرأة وتبدأ تتكون الخلية الأولى التي خلقك الله منها والتي هي مثل رأس الدبوس وهذه الخلية الأولى في داخلها إضافة إلى الجدار الخارجي ما يسمى في الداخل الـ DNA وهي عبارة عن ضفيرة هكذا ضفيرة من الخلايا الجينية الطويل لو امتد هذا الحبل الحبل في الحبل لو امتد فيه لهو أصل إلى يقول أن يصل إلى الشمس ثم يعد ثم يذهب إلى الشمس ويعد سبحان الخالق فلا خالق إلا الله لا خالق إلا الله لا خالق للحياة والأحيات في الإنسان والحيوان والنبات إلا الله ويعجز الإنسان أن يفعل الخلق أبدا اليوم وغدا وإلى يوم القيامة وهذا تحدي من الله لهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له